بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم عن أسباب الصداع المستمر والصداع النصفي وأعراضه وكيفية علاج أنواع الصداع الصداع من الأعراض التي تصيب الكثيرين وقد يكون طارئا أو مزمنا سنتحدث في هذا الفيديو عن أسباب الصداع المستمر والمتكرر والصداع النصفي وطرق علاجه أحيانا يفشل البعض في إيجاد علاج سريع له مما يؤرق حياتهم ويبعد النوم عن جفونهم لنتعرف فيما يلي على الصداع المستمر والمتكرر والصداع النصفي وطرق العلاج من أسباب الصداع عدم أخذ القصط الكافي من النوم والإجهاد والإرهاق وعدم تناول السوائل الكافية خلال اليوم والتناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة وبالتالي مشاكل في الجهاز الهضمي أيضا الاكتئاب والتوتر والتصلب في الرقبة أو عضلات الفكين والإصابة بالالتهابات في منطقة الرئيس مثل التهاب الأذن الوسطى والجيوب الأنفية وتسوس الأسنان أيضا انخفاض في مادة الكافيين بالنسبة للأشخاص المعتادين على تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة ويلاحظ ذلك في فترة الصيام خاصة في رمضان وأسباب أخرى والصداع النصفي أو ما يسمى بالشقيقة هو الشعور بالآلام في مقدمة الرأس ويمتد الألم إلى جوانب الرأس يصاحب الشقيقة الأعراض المختلفة مثل الغثيان والتقيق والشقيقة تأتي على هيئة نوبات يمكن أن يستمر الصداع إلى أربع ساعات وأسباب الصداع النصفي له عوامل وراثية والقلق والتوتر أيضا الضغوطات النفسية والإرهاق وبذل المجهود وتغيير في الهرمونات ومن أعراض الصداع النصفي الإصابة بالاضطرابات في الرؤية وتغييرات في الحالة المزاجية والإصابة بآلام شديدة في جوانب الرأس والقيق والغثيان والحساسية والعطش وإدرار البول والتعرق أيضا الجوع مع فقدان الشهية واحتقان الأنف والاكتئاب أما علاج الصداع النصفي النوبات منخفضة الشدة يتم علاجها باستخدام مضادات الالتهاب والنوبات المتوسطة إلى الشديدة في الحدة يتم علاجها باستخدام أدوية بوصفة طبية واستخدام الرذاذ الأنفي أيضا بوصفة طبية وعلاج الصداع المفاجئ أو الطارئ تناول الكمية الكافية من الماء على ألا يقل عن لترين من الماء يوميا استخدام كمادات باردة في علاج الصداع والمفيد في تقليص الأوعية الدموية وتنشيط الدورة الدموية أيضا استخدام عجينة مكونة من قشور الليمون المهروسة ووضعها على منطقة الألم والحالات الشديدة تناول مسكنات الألم والأدوية قليلة الأعراض الجانبية أما علاج الصداع بالأعشاب يعالج الصداع باستخدام الزنجبيل الذي يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات ويعمل على تسكين الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية وكذلك القرفة أو الدارسين تعالج الصداع الناجم عن الجيوب الأنفية أيضا زيت النعناع من أهم العلاجات التي تعمل على التخفيف من الصداع ومن أسباب الصداع المستمر والمزمن فقر الدم والشعور بالإجهاد الضغوطات النفسية الارتفاع أو الانخفاض في ضغط الدم جفاف الجسم الإصابة بالجيوب الأنفية القيء وضعف البصر والإمساك وأورام المخ والتهابات المفاصل وعلاج هذا الصداع الشديد والمستمر يكون بالاسترخاء والشعور بالراحة واستخدام الماء الساخن بوضعه على المنطقة السفلة من الرقبة ويساعد تناول شاي الليمون ثلاث مرات يوميا على تخفيف حدة الصداع المستمر ويمكنك المزج ما بين خمس قطرات من زيت الروزماري وخمس قطرات من زيت جوست الطيب وخمس قطرات من زيت اللافندر ويتم تدليك الرقبة وأعلى الظهر بالخليط جيدا واستشارة الطبيب خطوة أساسية قبل استخدام أي وصفات دوائية أو أعشاق إذا كانت هناك أمراض أخرى ومنتمنى لجميع دوام الصحة وراحة البال ومثل العادة ننتظر رأيكم وتعليقكم على الموضوع وإذا فيه أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه فيه تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من راحب زوارنا جدل اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته